جهة قناة نوميديا أحييكم وأرحب بكم مشاهدين الكرام في كل مكان في هذا العدد الجديد من برنامجكم نوميديا وددت أن أرحب بكم بابتسامة كما عادتموني ولكن للأسف كل شيء جميل في الجزائر أصبح الكثير يبشعونه ويتركوننا نسبح في أحزاننا وفي خيباتنا أسبوع مليء بالأحداث نهاية أسبوع ودعنا فيها والدة سيدة فنانة جزائرية كانت من هذا الأستوديو أطلقت أمانيها أن تخرج أمها من بيت محترم إلى مثواها الأخير رحلت والدة نضال وهي التي كانت في بيروت لتصوير حصة مع زميل زاهي وهبي وللأسف لم تحضر جنازتها وغادرت والدتها من حي قصديري ومن بيت محطب تابعوا هذا التقرير لما تشوف يماك مريضة هكذا وتتخيل أنه مثلا الغدوات موت تخرج مبراكة فانتها هذا الشيء اللي يخلني منسكتش هنا أخلاص هذا ما كانت تخاف منه نذا الله وما لم تكن تريده أن يحدث قد حدث وهي ببيروت تغادر والدتها الحياة والوضع لم يتغير خلم البنت في أن تنتقل أمها إلى مثوها الأخير من بيت محترم يبدو أنه مستحيل التحقيق في الجزائر حالة الوالدة هذه وهي على فرش الموت لم تحرك ساكنا لدى السلطات لسا بتقديم مزية بل فقط بالالتزام بالوعود التي قدعت بوجه حق أولادين كل شي على أساس راح نسكن وكذا ما خزرت فيها أمام كسلان تكيا وهي تعاني في صمت وتتألم وكل شي قلت لها أمامي رايحة إن شاء الله نحي نسكنه الدار بتاعي ما راح يعطوها لي وقلا راح يزربوا لي ينايا لخطرة باش نخرجوا أمامينا المهم خلي ما نقولوش واش قلناه خزرت في السماء وقاتلي رحي وقلت لها أمامي دعي لي قاتلي حتى لو ذرك يعطوني قصر قصر ويملكوني الجزائر كلها والوالدة مريضة وما أنا فرحش فرحتي من الفرحة تعي ماهيش كاملة قادرت الوالدة الحياة حاملة معها خلوب السكن في بيت لائق قصة معاناة بدأت روايتها الابنة بصرخة ساخطة عن الوضع عرت بها جهات عديدة تتهرب من المسئولية تجاه فنانيها فالتزام الصمت لم يعد يجد بعد اليوم ولقصة هذه المعاناة حتما بقية إذا كشفها وريدت تحكي وحكيتي اكتبوها اكتبوها ما لك نحن نبقي يا حتى تعزين الخالصة لي الصديقة والفنانة نضال إثرى وفاة والدتها التي خرجت وللأسف من بيت قصديري واخروا امان ابنتها ان تخرج من بيت محترم لتشيع الى مثواها الاخير نهاية التقرير كان باذا كشنهار حبيت تحكي حكيتي اكتبوها لعل هذا العبء الثقيل يزاح من على اكتافي عزيزة نضال في الجزائر للأسف تزحمت الاحداث علينا واصبحنا من حادث الى اخر من مأساة الى اخرى اين وقفنا على حفل ربما كنا ننتظر ان يكون حفلا فنيا ساهر يجمع معجبي فنان جزائري كان انغادر الجزائر لكي ينجح ونجح لكن ليس في الجزائر هناك في اوروبا ثم عادوا يلهثون خلفه ليقيم حفلة في الجزائر نظمت حفلة من طرف الدوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كصحفي ذهبت لاغطي الحفل كان في استقبالي بين قوسين فيدر واكرمكم الله كلب لكي يشرح لي برنامج الحفل هذا هو التنظيم تنظيم محكم حسب الجهات التي نظمت الحفل اسفر الحفل على خمسة ضحايا خمسة ضحايا جاءوا لكي يحضروا حفل فنانهم المفضل سول كينغ للأسف التنظيم اكثر من كارثي من قبل الدوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ثم رسالتي اوجهها الى خلية الاتصال للدوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة شكرا على الاهانة التي صفعتم بها الزملاء الصحفيين وكنتم تنصلتم لمسؤوليتكم وبعثتم لنا بفي دور لكي يخاطبنا اي خطاب ذاك لهجة قل ما يقال عنها انها ليست محترمة شكرا جزيلا لانكم بشعتم صورة فنان اينما غنى اينما ذهب ليقيم حفلة استقبل بحفل دخل به او طرق به ابواب الابدية لكن في بلده الام كنت اتمنى لو انكم اعطيتم هذا الالبوم لكل من حضروا ذاك الحفلة ليتذكروا انهم حضروا حفلا لفنانهم المفضل او اول حفل لفنانهم المفضل في الجزائر لكن سيذكرون ويتذكرون وسيجلدكم الزمان والتاريخ انكم دخلتم ابواب الدناءة وابواب الاحترافية وانتم تقتلون جمهورا جاء ليحضر حفلة فنانهم المفضل اريد فقط ان اوجه كلمة الى اشباه الفنانين الذين كانوا يجلسون مع الفنان سول كينغ واصبحوا الان يخاطبون او يخاطبوننا بفيديوهات يتألمون ويبكون ويقولون انهم كانوا على علم بسقوط الذحايا لكنهم لم يودون ان يخبروه ذلك لان الحفلة او الخبر لا يستحق او لا يرقى لكي يخبرون الفنان بهذا الحادث الاليم لا اعلم كيف افسر لا اعلم كيف اصف ذاك الحفل لم يكن حفلا انما كان لقاء لاصدقاء ادخلوا اصدقائهم ومعارفهم الى ملعب العشرين اوت بلا تذاكر لان وللأسف عقلية ابن عميس في الجزائر اخذت بنا الهاوية اقولها لكي ازيح شيئا من على صدر وللامانة الكثير ممن حضروا الحفلة قالوا لي انقل صوتنا وقل انه ليس حفلا انما مجرد لقاء للاحباء احباء ليس سول كينغ من التقى باحبائه انما المنظمين الذين لا علاقة لهم بالتنظيم والاحترافية التقوا باصدقائهم ومعارفهم وعاملوا الصحفيين معاملة لا اقول لا محترمة لما اقول دنيئة بعد الحفلة تم اقالة مدير الدوان الوطني لحقوق المؤلفة الحقوق المجاورة سامي بن شيخ الحسين ثم استفقنا على خبر قيلة ان وزيرة الثقافة مريم مرداسي استقالت بين الاستقالة والاقالة لا نعلم لكن رحلت مرداسي تابعوا هذا الفورتاش اولا وقبل كل شيء لست مرفوضة الوزيرة غير المرفوضة تسقط من على جوادها وتقدم استقالتها لرئيس الدولة عبدالقادر بن صالح عقب مأساة حفل سول كينغ الذي خلف خمسة قتلى وعشرات الجرحة نعم وزيرة الثقافة مريم مرداسي تغادر منصبها رسميا من مهرجان تيمغاد الى جميلة وصيحة الاستهجان تطاردها مرداسي منذ تنصيبها على رأس القطع تحاول القفزة على كل هذا وتتمسك بمقولتها خرجتها لم تسلم من الانتقادات ها هي عدسة نشطاء فيسبوك تلاحقها في الولايات المتحدة الامريكية وتتعقبها الى النهاية كان رد مرداسي بانها مجرد مواطنة عادية ومن حقها التسوق كان اسم مرداسي بارزا ايضا في قضية الفنان النظال الاخيرة بعدم التعاطي بشكل مقبول مع قضيتها الطوية ملف مرداسي بعد اقل من ستة اشهر من الجدل اتت في جدل ورحلت في جدل مشاهدين الكرام اهلا بكم من جديد بهذا العدد الجديد من برنامجكم ني ميديا عرجنا قبل قليل على حادثة وفاة والدة السيدة نظالة التي مزالت في الحياة القصديرية تبيت في بركتها للأسف ايضا تحدثنا عن الحفل الفضيح الذي انتهى بمأساة حفل الفنان الجزائري العالمي سول كينغ اما الان سنفتح موضوع الفن الجزائري اي واقع واي تحديات لذلك اسعد باستقبال الفنان الجزائري اكرم جاقيم مساء الخير اهلا وسهلا مساء الخير والد مساء النور شكرا لها سمية الدعوة اهلا وسهلا ايضا يحضر معنا للمرة تانية في البرنامج ونستقبلنا في شهر رمضان المعظم ونستقبلها اليوم للحديث على هذا الموضوع الفنان مورد وجيت مساء الخير اهلا وسهلا مساء الخير اهلا وسهلا أيضا يحضر معنا فنان جزائري كنتم كان اكتشاف المخرج الجزائرية جعفر قاسم في سيسيل الجمع فاميلي الفنان عزدين بوشايب مساء الخير الخير والد اهلا وسهلا يحضر معنا ايضا فنان جزائري كنتم تابعتوه من خلال الشخصية التي تقمصها في عديد الاعمال التلفزيونية والسينمائية عبدالقادر سليماني مسافي بصدر خير شكرا وليس خليم دمعك كرام جاغيم الموضوع نهو الفن الجزائري أي واقع وأي تحديات في رأيك أي واقع اليوم للفن الجزائري بقوم وليد نقدم تعازي الخالصة للصديقة والزميلة نضال في وفاة الوليد أنتحها رب يرحمها رب يصبرها على فرقها وبهذه المناسبة أيضا نقدم تعازي العائلات الأطفال الله يرحمهم يتوفى وفي الحفلة تعسول كينك وقدم لهم كامل تعازي لأنه كان أمر أمر قاوي ومتقيل سنتيبا فاصيل أنت كنت في حفلة تعسول كينك وي كنت جاءت فيك عزيز بوكروني صديقي الممثل كلماء بنته وتماك قال يارواح ألو كانزيون باش يكون ألاس بليز على عزيز يخلي بنته يتفرجوا العرض في الدخلات جوزت على هونطرية كلمازال ما طلع شماء بأسول كينك شماء بأسول كينك كانوا شانتر يغنيه وقيل كان يغني موك سايب كان يغني موك جاء أبا تليفوني كعزيز عيطوله في التليفون قالوا له متو خمسة ما قدرتش فهي موك بأسول كينك يعني كنت قدرت بأسول كينك وقلت لهم كنت قدرت بأسول كينك وقلت بأسول كينك كانت بأسولة جيدة هل تحب تعلق على حفل الفناد سوالكينغ؟ ما يحدث يحدث كما يحدث في الامage وكما يحدث في الامage في هذه الصورة في الجزائرة سوالكينغ فنان يجب أن يكون هنا انت كامورات وجيت فنان جزائي تشوف انو مشكل كان مشكل تنظيم ام انو مشكل تراكمات انو منذكري مولفين بهذا التنظيمات وللأسف فيه كثير من المسؤولين مثلا الرئيس المخلوع السابق للجزائر في خرج من الخارجات وقال القادرين نضموا اثنين لكوب دو موند ما قدرناش على حفل جونا ستين الف ماتوا خمسة انا اقول لك يعني ملخر يعني ستا ستادر على باز ستادر الاباز ستادر الارجان صح صح يفو لتيره سبحان الله والاشخواك ان كتب ان كات في الاربعة وثمانين ثاني صرت كارثة ثاني فلاكوبول نهارجا لجروب امجينايشن كانت الناس ماتت وناس طاحت وسي وراهم معوقيني الى حد الان يعني مازا ملحقناش لهذا الدرجة وان نظر موحف شوف برك انا رحت لتونس رحت مع الاخت ليدال يعني بالمناسبة نعظم الاجر الوالدة هي زميلة بالمصرح الوطن الجزائري رحنا للفيستيفال الكارتاج دو تياتر مصرحي تباهي جليزيان الشفاعيان لاي والله الوفيرتور بركسي صدر سي جرانديوز تحس يعني بالسدر الكولتور في تونس يعني عندها عندها مكانة عندنا وزنها وعندها قيمة عندها وزنها ما زلنا نمشي بواحد ما نقولش العقلية ريتم رانا بعد يعني نقول انا كان يلحظ اني شاركت في معرجاننا الدولية سينما ولا مصرح وني وني الوان صديقي وليد مرة قلت واحدة التعليق واحد كتب له وني الوان كتب له نزلنا بعض احنا ما زل ما ديماريناش ما زل ما قلعناش في الجزائب كان قادر الحفل يكون ناجح جدا صحيح فقط اتوني برك كاميرتر المخرج انوه فقط على انه كثير من المشاهدين كثير من الجمهور يقولوا انو كان على علم بسقوط ضحايا للامانة انو عبد الرؤوف دراجي سول كينغ لم يكن على علم بسقوط ضحايا حتى نهاية الحفل اردف انو سول كينغ لم يكن على علم بسقوط ضحايا قيل انه بعد ان انتهى الحفل دخل فيه هستيريا من البكاء بعد ان علم ان الحفل سقط فيه ضحايا للاسف للاسف اوعد لي اقول انو كل شيء جميل نباشعه في الجزائر للاسف نعلقو سريعا على حفل سول كينغ انت كفنك فاش انت كنت في الحفل تلاقينا اه انا مكنتش نتصور باللي الحفل هذك حي يوقع فيها ضحايا بوان هذي تبهدي لو كارثة انو حفل فني يموتوا فيه ناس بوان الله يحمهم من وجهو كما نقولو نعزيو نعزيو اهاليهم ضك عيب انو في حفل كما نقولو يصروا ضحايا عيب كبير عيب كبير عيب ما كان عيب عيب كبير مازلنا بعد بزر عزيو بوشايب نعم حفل سول كينغ تعليقك حاجة اللولان قدمو تعزينا اللي معتو في حفل سول كينغ وحاجة التانية قدمو تانية تعزينا الاخت نضال وتعليقي سيفري مرناشمي انا جايين بالعقل شون هنوصلو وعند المشكل سيف لورغانيزاسيو لا لا قلك احنا خاطينا نوك ورا هالمشكل المشكل في انو صحفيين اللي تكلموا على واقع الحفل للأسف للأسف حفلوا في در pwoala كن في استقبالة والله يستدقوني ها كن في استقبال بعض الصحفيين راحوا دخلو من يدخلو الشعب سمعني. أنا شفت بعيني. هي صدر. يو نتبعها جوية منطقة برك. الفاوت عنده دخلان القديمة. القديمة منتعي الريسيكليست. ومبعد كان دخلان لعبكري. وكان دخلان لعبكري. وكان لعبكري. وكان لعبكري. هوا ديك لعبكري. يفتحوها خطرة في الزمن. لذلك يتعيز. فهمت؟ نظرك الإنسان يترح السؤال. هل كان لقدر الله كشمسراته؟ فهمت؟ شحالكي إن الواحد جاء. أنا كنت في وحد في الطريق على بلك. ما حضرتش. شحالكي إن الغاشير يجا. بلك عشر آلاف والدة. مش كش كونه ربعين ألف. مالاشو قولو ديميل. ديميل هادو لقدر الله. كشمسراته؟ ديميل هادو كش يخرجو. صح. أنا برك النوع فقط. لأنه أنا رحت نغطي الحدث. كان فيه سبعة إلى ثمان فنانين. وكان الناس اللي اعتلوا المنصة. ما فهمت علاش اعتلوا المنصة. وكان يديروا فليمور. قبل ما يطلع سول كينغ. احنا نستنيه باش ندول يزيماشتاي سول كينغ. احنا صورنا الغنية اللولة الثانية. من بعد شفنا بلي. الأوضاع انفلتت تماما. لأنه كان فيه الشباب اللي ما كانوش في وعيهم. نقول هالي الأمانة. احملنا روحنا وخرجنا. من الحفل ما استنيش الحفل باش يخلاص. بعد ما تأكدنا من سقوط ضحايا. لآخر لحظة في الحفل. نكر مسؤولي المنظمين لهذا الحفل. انه وقع فيه ضحايا. وكما يقولون نترحم على كل ضحايا هذا الحفل. او هذا اللقاء. ما عارش كميش نسميه. اللقاء أليم ولا حفل ساهر ولا. السيد جبتوهي غني. درتولوها بطاقة. للعالم كومبلي يتحدث عليها. انه راح البلد للأم انتاعوا. دار حفل ووقعوا فيه ضحايا. دماج وليد شوفها. عندما نقول. سيبا لبرميزا كونسير تاو. سيبا سبكتاكل اول تاو. سبكتاكل تا سول كينك. خدم كتر من سبعين عرض. لا في الجزائر. سيبا سبكتاكل تاو في الجزائر. يجي الجزائر مسكين يديران سبكتاكل. جافر حال البلاده بعد مغرب سبع سنوات. يجي البلاده يديرو لان مساكر في ان سبكتاكل تاو. سيتيان مساكر. صح صح صح. دماج الله دماج. رحمة الله على من ماتوا وتعزين الخالصة والقلبية لكل عائلات الضحايا. واريد ان انوى فقط لي اشاعة. انه اماما بالقبة لم يريد ان يصلي على الفتاة التي سقطت في الحفلة. انه كان هذا اشاعة فقط. وتوقف على تلطيخ وتشويه سمعة الكثير من الناس. خليني نفتح موضوع الآن الفن في الجزائر. انت كأكرم جغيم مسيرتك تتحدث عليك وكفنان في الجزائر. تشوف على انو الفن في الجزائر اليوم فيها يعني متنفس او فضاء للابداع. صراحة ولي تشوف الفن بين في الجزائر سواء كان من قبل ولا حاليا من قبل كان احسن. سواء من نوعية الانتاج ولا من نوعية الجودة كاعمال. كما كانوا ليصالت سينما كام العامرين. مالورزمان ميدرك. ياريان. هكفام. هناك حاليا من الميزانية العامة على الوزارة التقافة لي 15 مليار دينار. في العام يسمى القطاعات بما فيهم الإدارات. بما فيهم الإدارات. كامل خاصين من هذا البيجي. كامل خاصة. لا سيكون فيه إنتاج. لا سيكون فيه إبداع صراحة. لأن الأعمال قليلة جدا. لا سيكون عندك متسع من الوقت. أنك تخير أنك تشتغل في العمل هذا ولا في العمل هذا. لا سيكون عندك متسع من الوقت. باش تخير. وإنما تقدر ترفض. في حالة ما إذا كان العمل باين. وتشم فيه. بالليه لا سيكون عمل محترم. لذلك صراحة الإبداع. كان كامل وكان كامل مرافقة سليمة من طرف السلطات. وكان إرادة سياسية حقيقية. باش يمشيوا بالقطاع التقافي. يقدر يعاون في الاقتصاد الوطني. يكون فيه إبداع. ونقدر نحتلوا مراكز مليحة. سواء في المغرب العربي. ولا مكان مليحة في العالم. مورات؟ قائل قطاعات الأصدار الفنية في الجزائر. نحن نرى بشكل كفاء. نحن نعطيك أمهلا. نحن نعطيك أمهلا. نحن نعطيك أمهلا. نحن نعطيك أمهلا. في التعارة الرجوني. يقولون أن الوطني. أنا رسالة موحت لباتناء. سمعت بلي كالتعار المسرح الجيهة في الباتناء. وبدأتغار موحت لباتناء. لكني أتغار كالتعار المسرح الجيهة في الباتناء. أغني على التعارف. أو مهلا. ونتقره على التعارف في الباتناء. وكذلك هذا نعطيك أمهلا. من أسبوع التعارف. لكنه سيارة. سيارة. من يمكننا الذهاب الانعاني للثماني يحتوي على تعلقات الموحت بربحك الغالي. في مكان الوزارة للثقافة مغارسة كنت تخرج من المحهد وكان عندي طموحات كبيرة بعد التخرج نخدم بعد استضمت بواقع عبد القادر الفن في الجزائر بالفن والد المشكلة الثانية هو أنه ممثلين هم اللي يختاروا هم اللي يختاروا هم اللي يديروا الكاستينج هم اللي يجيبوا أصحابهم والفنانين تعصح والممثلين تعصحوا ولو ما يخدموش ولو يجيبوا ناس من الانستغرام واسموا هاداك ارجع تيك توك اللي عندو تيك توك هكذا تيك توك خاطعني تيك توك أنا في انستغرام وخاطعيني سمعني كادر برك الميدان تعناه يرجع اليتوفير بورتولموند هادي يعني الفتوح الجميع ما مو أحد ميمثلش مليح خاطع التمثيل ولا مايعربش تمثيل ولا يجيبوه المهم عندو بزاف في الانستغرام ولا عندو في اله تيك توك يجيبوه وماعيطوش الممثلين تعصح تيبوهم قاعدين الانتاج كان غير في رمضان هنا تقدر بكون ناجح نفهم مكلمك انو قاطعك في مشاريع ها؟ نفهم مكلمك انو قاطعك في مشاريع وتم تنحية اسمك من المشاريع بلك بلك قاطعني في مشاريع لا بلي فارتع الممثلين قاطعهم في مشاريع جرد نفسك وكنك صارح معي مدى وقلت انو فيهم ممثلين هما ندروا الكاستيم فجوا احبابهم وصحابهم والتيك توك والانستغراميتو معلش قادر الان تذكر مشاريع جابوا فيها اصحابهم احبابهم ولا تتحفظ على مشاريع ولو انو انا على بالي فشنها المشاريع اللي جابوا فيها اصحابهم ما كيفاش نحضر الاسماوات ما نحضرش اسماوات هنا انا نقولك شوف ماكاش انتاج هذا هو السبب السبب الول السبب الثاني كل واحد يحكم خدمته الممثل يبقى ممثل والمنتج منتج وشارجيت كاستنج وكل واحد في خدمته لانو لو كان انا نحكم الكاستنج انا موراد صاحبي حجي موراد صاحبي فاهمني صاح موراد قادر ما يستهلش هذا كالدور اكثر اكثر شوغلولك قادر هاذ المشاكل اسماح لي هذ المشاكل هرا مشاكل تحتية يعني صديق مشاكل تحتية فهمت انسان لازل يعرف لا سورس لا سورس دولا بروبلماتيك فهمت برك باريزمبل لا سورسير انتاج مكاش موراد اسمح لي اسمح لي الوزارة الوصية كنتو بتتكلم و تقول انو ما لي اسمحوا لي انا كنتو بتتكلم و تقول انو ما فيهش انتاجات وكذا يخرج اصدميه بيك كن وزير للثقافة كانت خريدته من وزير الثقافة يقول لك عنا انتاجات كان انتاجات ورانا لخدمه وصلت على النبي لش ظلوا أشاك فوض قلوا بلي ما كاش انتاجات يورى انتاجات تبقيك اسكو انتاكاش خطرة شفت مسلسل دارو مشي في رنبان هكا في الشهر العادية اسكو كان مسلسل جاز نورمال انت دارو انتاج مسلسل مجاز خليتكلم كم انتاجات في الثاني سواصنديس يوجد ليس الموين وان 2020 كان الموين يحصل على إبداع سينا نشوفه في دي personاج في تكنيك مان عند الرياليساتور الكاليتي سوى ديزان مكون ديكاليبري سوى الكاليتي مليحة سوى سيناريو شوية ناقص كمان سا سفيد كين فنانين مكاش فن في الزائط اسمحي اسمحي فنانين جس فاش نريبون ديكادر بركس صدر لفيدو الارتسط حيات الفنان مش مركباء على رمضان مش نساهمه موان يعني انتا باريزوم لك تشوفك تخدم غاية يعني مانش نعم مانش يحضر نعم إلا 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 رأيك تتبلك سمان تخدم غاية في رمضان ساسي تون أفير فهمزة يعني يقول لك لك استمرارية العمل نتعلم فنان كين فناني استنو رمضان بيش يخدمو فهمزة وكين وش يدير بيك الام كبير شوف نحكوه في ديتي هذا علاش نخدمو غير في رمضان ريالما لكن قدو نخدمو في الام كامل صح ما علاش ريالما انا با دي فريي بروديكتور ما عدناش منتجين تاع صح ليين فيستي كمين بيهدى حب سبا داكور من تول مون داتا لارجون دلتا غايس نو مال الدولة اقتشت سينيا الميزانية تالعام في ديسمبر ولا باش تمشي باش توصل القطاعات توصل في مارس ولا في فيفريت باش توصل بار اكزامل تليفيزيون الوطني توصلها يفصلها دعم الوزارة الاتصال ولا باش يوصلوا من وزارة التقافي يباتوا القطاعات تاع المسارح الجيهوية اكسترى دانك تح ابي بري في مارس افريل باش يبدأوا يدخلوا الدرام لابداء مارس 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 نقومن في فيفري الله يقول نقاو نستنى نستنى تبدأ في فيفري رمضان المودمي تختم تروى مو اكفام دانك تول مون يستنى في دعم الدولة باش يدير الفن باش يدير الفن يحب يخدم في العام طويل باش يدير الفن لا يجب لا يجب انتقاضي اجر شهري نخدم مع العام اخر مصرحية كنت مع زيني شيف عياد بهيجو يعني كيف جي عجب يا ربي اني خالص على العام خالص يعني كل شهر يدخل لعداك شهريا شهريا كما اقول شبا الله كوي يا صدر هي على ملك صدر كيفش نقوله بالدرجة صدر تدل شوية على بلك الفنان ما تخلاله في راس و تدخلاله في راس او دخلك شوية درام كل شهر دونك صدر مامو نيفو دلا كرياسي يفا سافي بلير تسمى الانرجي او توقف 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 ولكن انا و تخلي شوية درها مالاق فهمت مي يو تنحي لصالير هاد الفنانين واشباه فنانين يعني فهمت باش نتاهمه ايب نرجعو الهذا الموضوع اشباه الفنانين ماذبيا تحضر لاشباه الفنانين لكن سيداتي سادتين توقف مع هاد الفاصل الاشارة للعودة تفضلوا بالبقاء معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة